السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك لازلنا مع القاطع التفاضلي وكما قلت لكم في الحلقات الأولى التي قمت بنشرها حول لوحة الحماية الكهربائية أصعب شيء نواجه في الحماية الكهربائية هي الحماية التفاضلية وبالضبط القاطع التفاضلي في هذه الحلقة سنتحدث عن معيار غير مفروض أو شرط غير ملزم مرتبط بالقاطع التفاضلي الذي ذكرته لكم سابقا في هذه الحلقة وطرحته كسؤال في منتدى القناة وهو شرط عدم توصيل أكثر من تمانية قواطع حرارية مغناطيسية كحد أقصى مع قاطع تفاضلي واحد هناك من طلب مني السبب الذي سأشرحه هنا ليس بالاعتماد على المقررات أو الكتب أو المراجع لكن سأقوم بالإجابة على هذا السؤال انطلاقا من تجربة الشخصية في مجال الكهرباء كالعادة كل الفيديوهات المرتبطة بالشرح لهادي الحلقة ستجدونا في الوصف أو نهاية الفيديو ما هو السبب في الالتزام بتمانية قواطع حرارية مغناطيسية كحد أقصى لكل قاطع تفاضلي كل ذلك بعد الفاصل القصير للقناة بسم الله الرحمن الرحيم حسب المعيار الفرنسي وبعض المعايير حتى في دولنا العربية وأيضا حسب توصية أهم الشركات المصنعة للأجهزة الحماية الكهربائية مثل لوغروند وشنيدر لا يمكننا توصيل أكثر من تمانية قواطع حرارية مغناطيسية كحد أقصى مع قاطع التفاضلي لفهم السبب في هذا الشرط الغير ملزم علينا أولا تعرف على كيفية تدخل القاطع التفاضلي في قطع التيار أثناء اكتشافه للتسريب الكهربائي سأشرح على هذا المثال لكن سنعمل هنا بخمسة قواطع حرارية مغناطيسية فقط لتبسيط الشرح طبعا عند حدود تسريب كهربائي سيفصل القاطع التفاضلي لأنه هو الجهاز الذي يكتشف التسريب ولن يتم فصل الطيار من طرف القاطع الحراري المغناطيسي لأن القاطع الحراري المغناطيسي لا يقوم بمهمة كشف التسريب بل يقوم فقط بمهمة كشف الحمل الزائد عليها على الأسلك والترماس الكهربائي عندما يفصل القاطع التفاضلي لابد لي من طريقة لمعرفة مكان التسريب أو التركيب التسريب للقيام بفحصه يعني لابد لي من تحديد مكان التسريب بدقة لكن قلنا أن القاطع الحراري المغناطيسي لن يفصل التسيار الطريقة التي نستعملها لتحديد مكان التسريب هي وضع كل القاطع الحرارية المغناطيسية كلها في وضعية الفصل أو القطع وسنعيد وضع القاطع التفاضلي إلى وضعية التوصيل وسنقوم بعدها بإعادة القاطع الحراري المغناطيسي الأول إلى وضعية التوصيل وننتظر إلى حوالي أربعة ثواني إذا لم يفصل القاطع التفاضلي هنا إذن هذا التركيب لا يوجد به أي تسريب كهربائي نفس العملية مع القاطع الحراري المغناطيسي الثاني الأمور جيدة القاطع الحراري المغناطيسي الثالث الأمور جيدة أيضا القاطع الحراري المغناطيسي الرابع هنا وقع فصل للتيار من طرف القاطع التفاضلي عندما قمت بإعادة هذا القاطع فصلت القاطع التفاضلي التيار اذا هناك احتمالية لتوجد سريب بالتركيب الكهربائي مرتبط بهذا القاطع سأقوم بإعادة هذا القاطع إلى وضعيات الفصل وسأعيد أيضا القاطع التفاضلي إلى وضعيات التوصيل وسأنتقل إلى القاطع الحراري المغناطيسي المتبقي وسأقوم بإعادته إلى وضعي التوصيل لم يفصل القاطع التفاضلي هنا إذن بعد توصيل هذه القواطع الحرارية المغناطيسية كلها هنا قاطع حراري مغناطيسي واحد عندما قمنا بتوصيله تسبب لنا في فصل القاطع التفاضلي وهو القاطع الذي تركنا في وضعية الفصل إذن يوجد لدينا تسريب كهربائي في التركيبات والتوصيلات المرتبطة بهذا القاطع علينا التوجه لفحصها كلها وفحص حتى الأجهزة الكهربائية التي قد تكون لربما كانت موصولة في البرزات أثناء فحصنا أو تحديدنا لمكان العطب أو مكان تواجد هذا التسريب هذا التسريب الذي حدث لنا هنا لا بد أن يكون بقيمة أكبر من أو تسوي 300 ميلا أمبير كفرق للتيار الداخل والخارج من القاطع التفاضلي راجعوا حلقة شرح الحماية التفاضلية السؤال هنا إذا كان لدينا تسريب أقل من قيمة 30 ميلا أمبير هل سيفصل القاطع التفاضلي؟ طبعا الإجابة لا لأن القاطع التفاضلي بحساسيته 30 ميلا أمبير لن يفصل الطيار إلا في حالة إذا تجاوزت قيمة الفرق بين طيار الفاز وطيار نيوترال قيمة 30 ميلا أمبير يعني هنا إذا كان لدينا تسريب مثلا هنا بقيمة 25 ميلا أمبير لن يفصل القاطع التفاضلي هذا الطيار هذا واضح جدا وأريد تنبيهكم أن التسريب الكهربائي للتيار هو شيء حتمي وضروري أحيانا لبعض الأجهزة التي تتكون مكوناتها الداخلية من توصيلات قد تكون للتيار المستمر في اتصال أو توصيل مع الغطاء المعدن الخارجي الذي يكون موصولا بدوره مع الأرض تحددت عن هذا المثال في حلقة شرح حماية الطبقات الخارجية للأجهزة الكهربائية وخصصا نوع الأول أو الدرجة الأولى التي تتطلب توصيل الأرض هذا النوع من الأجهزة قد يكون له تيار تسريب صغير وطفيف جدا دائما أثناء التشغيل وحتى تقادم الأجهزة وحتى الأستقدم الأسلاك والتوصيلات يتسبب في تيار تسريب مع مرور الوقت أظن أنكم تقولوا الآن أنني ابتعدت كثيرا عن الموضوع الأساسي لهذه الحلقة لكن الآن حان الوقت لشرح المشكلة التي تواجهنا بخصوص هذا الموضوع لو كان لدينا تسريب كهربائي هنا أقل من 30 ميلي أمبير مثلا 10 ميلي أمبير لن يفصل القاطع التفاضلي وإذا كان لدينا تسريب هنا أيضا بقيمة 5 ميلي أمبير لن يفصل القاطع التفاضلي وإذا كان لدينا تسريب هنا أيضا بقيمة 16 ميلي أمبير سيفصل القاطع التفاضلي لأن مجموع تيارات التسريب هنا وصل إلى 31 ميلي أمبير والقاطع التفاضلي بمجرد وصول تيار التسريب إلى 30 ميلي أمبير سيفصل التيار لكن هنا المشكلة إذا حدث فصل للقاطع التفاضلي كيف سنكتشف مكان تسريب الكهربائي إذا وضعنا كل القواطع الفرعية في وضعية فصل وقمنا بالبحث عن مكان التسريب عبر إعادة القواطع الفرعية واحد بعد الآخر سيفصل القاطع التفاضلي هنا في هذا القاطع لأن هنا سيصبح مجموع تيارات تسريب أكثر من 30 ميلي أمبير وإذا قمنا بتكرار العملية وانطلقنا من التجاه الآخر سيفصل القاطع التفاضلي هنا سيصبح مجموع تيارات تسريب أكثر من 30 ميلي أمبير في هذا القاطع وإذا كررنا العملية بشكل عشوائي قد يفصل القاطع التفاضلي هنا إذن هناك احتمالية لفصل القاطع التفاضلي بعد توصيل أحد القواطع الفرعية الثلاثة لا يمكننا هنا تحديد مكان العطب بدقة وسهولة نحن الآن نواجه صعوبة في تحديد مكان تسريب الذي يتسبب لنا في فصل القاطع التفاضلي وهذا يكلفنا الوقت والتعب وقد نضطر إلى استعمال جهاز قياس العزل الذي سيكتشف لنا أماكن أعطاب التسريب والذي لنا لا نحمله في الحقيبة أو أدواتنا دائما وقد يكون غير متوفر عندنا أصلا لاحظوا أيضا أنه وجهتنا مشكلة في تحديد هذا العطب بسرعة ونحن نستعمل فقط خمسة قواطع حرارية مغناطسية أما إذا كنا نستعمل تمانية قواطع فهناك تعب وإرهاق ووقت إضافي في البحث عن المشكل ولابد أن تعلموا أيضا أن أعطاب تسريب هي من أصعب أعطاب الكهرباء التي تواجهنا وتكلفنا عنه ووقت كبير أحيانا لحل مشاكل أعطاب تسريب قد يكون هذا السبب من أهم الأسباب التي دفعت شركات الكهرباء وحتى بعض المعايير تفرض الالتزام بتمانية قواطع كحد أقصى مع كل قاطع تفاضلي يعني السرعة في التدخل وكشف العطب وتحديد العطب بدقة وتحديد العطب بدقة شاهدناها في درس الانتقائية في الحماية الكهربية شيء ملزم أتمنى أن تكون قد فهمتم المشكلة بالطبط ومن يمارس منكم في المجال وخصوصا في المنشآت الكبيرة والشركات والمصانع قد يكون وجهة مثل هذا المشكل ويعرف جيدا المشكلة التي أتحدث عنها الآن إذن عليكم تركيب تمانية قواطع حرارة مغناطسية فقط مع كل قاطع تفاضلي وكلما كان ذلك أقل من تمانية كان أفضل وقد تشاهدون بعد لوحات الحماية التي توجد صورها في الانترنت لا يضعون تمانية يضعون خمسة أربعة ثلاثة إذن عليكم بتركيب تمانية قواطع حرارة مغناطسية فقط ورغم ذلك عليكم برفع دعاء طلب الرحمة والمغفرة حتى لا يحدث لكم مثل هذا العطب في تركيباتكم الكهربائية التي تتعاملون معه إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة